ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة اتهمت مسؤولا في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بالضلوع في تسريب وثائق سرية للغاية بشأن خطة إسرائيل للقيام برد عسكري على إيران في نهاية الشهر الماضي وقالت صحيفة أن آصف رحمن الذي عمل لصالح وكالة CIA في دول خارج الولايات المتحدة اعتقل في كمبوديا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ويتوقع أن يمثل أمام محكمة فيدرالية في جوما مضيفة أن رحمن الذي كان يحمل تصريحا أمنيا سريا للغاية وجهت إليه تهمتان في فيرجينيا الأسبوع الماضي تتعلقان بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات استخباراتية وطنية ونقلها كذلك نقلت رويترز عن ديبلوماسيين قولهم أن قوى أوروبية تسعى إلى استصدار قرار جديد ضد إيران من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط على تهران بسبب قلة تعاونها وتهدد مثل هذه القرارات بمزيد من التوتر الديبلوماسي مع إيران فقد ردت تهران على قرارات سابقة مماثلة بتكثيف أنشطتها النووية ومنع مفتشي الوكالة من دخول البلاد رويترز قالت أن الهدف من هذه الضغوط إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ليست القوة الدافعة وراء هذا التحرك ولكن من المتوقع أن تدعمه